المسلم يهجر المسلم يعني ما يحل لك فوق لها ثلاثة ثلاثة يوم والأفضل الذي يبدأ بالسلام يعني يبدأ بالمصالحة طيب أما إذا كان الهجر لأمر دين لأمر ديني طيب دزات العلم قالوا نوعين إما أن يكون أنت بتهجر لك في رجل رأس من رؤوس الضلالة وداعية من دعاة الضلالة زل داعية الضلال وانت خايف على نفسك منه خايف يغزق بشبهات وضلالات ويفسد عليك قلبك ودينك هذا العلم قالوا يهجر على الدوام هجر مؤبد لأنه ذا بدرك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بشنه بالكلب الكلب يعني شنو الكلب الكلب الحيوان المعروف الكلب يعني الكلب المسعور قال ليه قال زول صاحب الضلالة ده داعية الضلالة ده زي الكلب السعران في زول بصاحب له كلب سعران ما ممكن كويس فده تبعد منه النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه زي الكلب السعران تبعد منه تا لكن قالوا النوع الثاني في الدين برضو زول انت بتشوف انه على غلط أخوك مثلا انت القو بس أول ما تدق الحفلة بس دقت في آخر الحلة دنق مع أول موسيغة بيطبق نعلاته يفتح وبوو بيمشي لها بيقتل الحفلة للصباح بيجي راجع فيها ماريسة بيشربها كويس يذكر ويمشي الحفلة دا عنده خلل في الدين يلا لكن العلماء قالوا دا الهجر بتاعه حسب المصلحة لو انت مثلا أخوه الكبير وهو بيقدرك جدا وجد قلت نشوف يا أفلان انت قاعد تمشي الحفلة وبتذكر أنا عارفك والمعلومة دي وصلتني فبالله أنا ثاني لو شفتك ها والله سلام الله ما بيناتنا انت لو قلت لك كده هو بعظمك جدا وبيحترمك هو الكبير وكذا بيديك مكانتك يقول لك والله تاني ان شاء الله تعالى أنا ما بمشي يلا قام مشى الشيطان سول لي وسولت له ونفسه مشى أها انت قلت لشوف أنا مش كلمتك تاني في صينيتك اللي ما تكن معي يلا مش يا زول دخل الغدى ما قعد بعدين جيت وقت النوم ما قابلته وصار رليو علمته شديد جاك اعتذر ليك وقال لك يا أخي والله يا أفلان والله أنا غلطة وانا ان شاء الله تاني وان شاء الله ما بمشي وكده ودي بقتل السبب بتاع هداية تاني ما مشى العلماء قالوا هذا هجر مشروع لأنه فيه شنون فيه مصلحة هذا هجر فيه مصلحة لكن انت لو أخوك ما عندلك تغييم ذاته ولا وديارانك ولا زول في الحلة ولا صاحبك قلت لشوف والله تاني تمشي الحفلة دي ولا كده ولا تمشي شي الفلان معصية الفلانية تاني لا بيني لا بينك يقول لك روح وانا دهربك شنون ذاته وماشي فيه شغلته يسكر ومشي الحفلة وفيه شغلته ماشي زيادة العلماء قالوا ده هجر ده ممنوع ما فيه مصلحة ده ما تهجره ده تقربوا لك لما ان الحفلة تدق بي تقول اتعالى فلانا يا عالك الله تعالى تعالى اتقال اراح عليك لانا لمشي نشرب لنا قهوة بي جاي وكده ويبقى صحبتك معه شنون تشغلوا من الحرام فهنا قالوا الاولى الوصل ما الهجر وهناك الاولى الهجر ما الوصل وكلين في النهاية تقوم على شنون على المصلحة الشرعية انك تنشل الزول من الخطأ الى الخير وتقود الى بر السلامة يخوانا الاسئلة بالطول وانا اسمح لي ان شاء الله يوم تاني نعمل محاضرة ونفتح فيها باب اكتر للاسئلة جزاكم الله خير اسمح لي انا اقيد عند هذا الحد جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله شكرا